في الأثناء أعلنت وكالة الأنروا أنها اضطرت لتعليق خدماتها في العديد من مخيمات الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية وأكدت وكالة الأنروا أن العملية الإسرائيلية تؤثر في عشرات الألاف من الأشخاص في أربع مخيمات للاجئين شمال الضفة الغربية مشيرة إلى استشهاد أكثر من 150 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي